مبارات العراق وكوستاريكي التي تم إلغاءها بسبب عدم دخول المنتخب الكوستاريكي إلى الأراضي العراقية والحج أنه يريدون جوازاتهم لم تختم طبعاً هو بالنهاية إحنا ما نخسر شيء لا كجمهور لا كأعلام لا كمنتخب وطني ولا كاتحاد ولا أي شخص يخسر لكن أنا بس أقول شيء الما يتشرب بنا ما نتشرب به الما يتشرب بالعراق أكيد العراق ما يتشرب به لا كوستاريكا ولا أمريكا ولا غيرها ولا أي دولة أوروبية العراق شرف للماء عنده شرف جواز العراق هو شرف للجميع حس في حال أنه إحنا البعض يطعنه البعض يأذي بينا ماكو شكال بس إحنا بالنهاية نبقى العراق أرض الخير أرض الفرح أرض السعادة أرض الكرم إحنا كل شيء الخلاجة جوة وشافها والعراق شنو ومضمنهم الكويتيين اللي موجودين أنا برأيي أتوقعها هي هاي لعبة لعبة سياسية أرادوا أن يقتلوا فرحة أبناء البصرة بالأخص أنه توقعوا المباراة اللغي وتوقعوا أنه الفريق المنتخب العراقي رح يتأثر نفسيا لكن بالنهاية شاهدتوا الجمهور العراقي يحتف بالروح بالدم نفديك يا عراق لعبنا فريقين أفضل ما أنه نلعب معاكم أنتوا عديمي الذوق والأخلاق إداريا وفنيا كوستاريكا عديمت الذوق والأخلاق فنيا وإداريا ولا كيف لدولة تدخل لدولة تريد تدخل بدون فيزة أو بدون ختم لجواز بنفس الوقت يعني الخلل إحنا إن شخصة ونتحدث به المفروض من الاتحاد العراقي لكرة القدم ماكو مباراة على مستوى عالي مباراة دولية مباراة مع منتخب يجي يلعب بنفس اليوم ويروح هو مو متفضل علي أولا أنا نعطي فلوس بفلوسي غصباً عليه وعالخلافة يجي هاي من باب من باب الثانية أنه إحنا مننا نريد نلعب مباراة ودية حالنا حال المبارايات اللي حثت يجي قبل بيوم يتواجد يتمرن يخض له مباراة ودية بالملعب اللي رح يقوم به المباراة ومن بعدها يرجع للفندق وثاني يوم باصات تنقله للملعب قبل بساعة ساعة ونصف من المباراة ومن ثم المباراة هذا خطأ الاتحاد اللي أنا بالنسبة لي أحمل اتحاد كرة القدم هذا الخطأ أما موضوع محافظة البصرة من يروح الطيارة للكويت ويتوسل بيهم هو رئيس الاتحاد ويرجع يقول والله العراق أكبر من كل شي هو انت على شنو رح تتوسل بيهم هم منو كوستاريكا منو بالستة وثمانين احنا غلبناهم ثلاثة او احنا بجيل الفين وسبعة غلبناهم اثنين مهدي كريم وهنوار مو غلبناهم مو طقينهم احنا اثنين منهم كوستاريكا كوستاريكا هم مو البرازيل ولا الارجنتين من يكونون هم كوستاريكا بداخلها اصابات وقتل ومافيات التمن المحافظة تروح للكويت حتى انت وكابتن عدنان حتى تطالبون المنتخب الكوستاريكي يجي على شنو شنو البصرة ما بيها ناس ما بيها غيرة ما بيها كرامة كرامة البصرة او اهل البصرة وهذا الجمهور الحضار يشرف كوستاريكا ومن معها اندخلوا وانما دخلوا العراق والبصرة هذولي تاج على رأس اكبر واحد فاللي يحب يجي للعراق اهلا وسهلا ونفتح لبيوتنا وش يريد احنا نصير لدرع اما ليوصل تطمينات العراق مو آمن والعراق غير آمن قبل يومين هم يجون يتلقمون بالبصرة مو ثلاثة من الكوستاريكيين بالبصرة موجودين اما هاي الحجة الجواز الامريكي اذا ختم ببغداد او بالبصرة ما ينختم يعني اذا نختم بالعراق ما ينختم بامريكا وبتجير ليه نختم من تكون امريكا بالنسبة للعراق من هي امريكا بالنسبة للعراق والبصرة واهلها احنا نطينا شهداء امريكا شنطد غير القتل والحروب انت يا سعد العيداني ما هزك ضميرك انه تقولاني على شنو اروح على شنو تروح تروح تتوسل ابناس يجون يلعبون وياك وانت نعطيهم فلوس انت بفلوسك وخيراتك اكبر دولة تجيبها انت والغيرك انت والنصبك فهاي رسالة المحافظة البصرة احسن ما تروح تجيبهم وتصرف هاي الاموال روح كمل مدينة البصرة روح كمل شوارحها روح كمل دائر مدائر الملاعب لا ظلوا نضحكون على العالم او انه وقفة بعد هذا الاذلال اللي ذلي تنفسكم به جمهورنا والعراق اكبر من كل ما عملتوا اليوم اروح نتابع مختطفات من المباراة الجميلة اللي استمتع الجميع بها افضل من ما نلعبوا يا ناس هم بالاصل اصابات